السلام عليكم. اهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. الحمد لله تمام. اهلا بك يا ام السيف. صحيتك عاملة ايه? الحمد لله. ده تمام الحمد لله. وانت. انا كويس. عشان بنتابل مع ناس كويسين زيكم. ربنا احفظكم. اهلا وسهلا بك. انا كان ابني والله السنين من قدام بتتاكل كده. تفتكر ده ايه التغذية يعني? والله ممكن ايه التغذية وممكن اكل غلط وممكن يكون يعني ممكن عندك اشوفه? لأ في الحضانة. هو عنده كم سنة? عنده خمس سنين. بس هي مش متاكلة قوي يعني بس هي من قدام كده كم سنة كده متاكلين? طب انا هقولك السبب. من تحت لأ. هقولك يعني مجموعة من الاسباب اللي تذكره يعني. هقولك مجموعة من الاسباب وانت تخميني بالضبط ابني بيعمل ايه من الحاجات دي? وهي السبب في تأكل البداية. اول حاجة اه اول حاجة بنتكلم فيها المشروبات الغازية. شرب المشروبات الغازية بشكل مستمر بيخلي بيخلي تأكل بيسهل من عملية تأكل الاسنان عند الطفل. لان المشروبات المشروبات اه لان المشروبات الغازية بتحتوي على مستويات عالية جدا من احماض الفسفوريك والستريك اه وطبعا دي هات حاجات من ضمن الحاجات اللي بتعمل تأكل اسنان عند الطفل. تمام? تم تخلي فيه تأكل الاسنان عند الطفل. يبقى اول حاجة شرب المشروبات الغازية الكاكولا والبيبسي والكل المشروبات الغازية الكاكولا والبيبسي والسبريت والسيفن ابو. نسيك كل المشروبات الغازية كلها بلاس اسنان كلها كلها حتى اللي لو حد قالك ده دي صحية وكما فيش حاجة اسمها مشروب غازي صحي. هناك فوائد للمشروبات الغازية فقط في تلميه افضل ملمع للاسطح افضل ملمع للاسطح وافضل مزيل للصدق لو انت عندك سامولة مصدية ومش عارفها تفكرية اجيب شوية مشروب غاز يحطيها على السامولة هتفكر في الحزار يعني دي دي لدي استخدام الصحيح للمشروبات الغازية اما نشربها ونديها للطفل او الطفل يكون بيشرب مشروبات غازية فهي بيضايها هيحصل عنده تاكل ومش تاكل بس تاكل في الاسنان تاكل في العظم بتاعه عظم يباهاش يقع على الارض يتكسر بسرعة عظم يكون ضعيف ليه لان الكلسام بيطلع من الجسم كنتيجة للمشروب الغازي بيخش فاول حاجة لسبب لتاكل اول شيء سبب في تاكل الاسنان عند الاطفال ايه المشروبات الغازية تاني حاجة بنقول شرب العصاير المحلاء العصاير المحلاء وانت طبعا بدي استخدام روح يشتري عصير يا حبيب روح يشتري مش عارف ايه مش حاجة اسمها هدا الكلام الشرب العصاير المحلاء بتحتوى على الكثير من الاحماض اللي بتأدي لتاكل الاسنان عند الطفل واسنان الطفل مش بتبقى زي اسنانك مش بتبقى اقوى كده مش تبقى قوية زي اسنانك فهي سنانك بتبقى عرضة للتاكل اسرع فلو مسلا لو لو انت هتشرب مسلا عشر اه وحدات من 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 العصاير المحلاء اللي موجودة مسلا ولكن في الدكاة انا هتعملك اه جزء من الصدق او تعملك تاكل في الاسنان بسيطة لا هي هتعمله تاكل في الاسنان كبير فلابد ان انا اخد بالنا حاجة من زي كده اه تالت حاجة برضو جفاف الفم جفاف الفم او انخفاض تدفق اللعاب اه في الفم بتاع الطفل اللعاب ليه دور كبير جدا في الحفاظ اللعاب بتاعنا او اللعاب بتاع الطفل ليه دور كبير جدا في الحفاظ على صحة وقوة الاسنان اه يعني فا احنا بنقول مسلا قلة اللعاب فانت ممكن مسلا وليكن ممكن يكون عنده بعض المشاكل ممكن يكون عنده اه يعني كنتيجة للاكل الغير الصحي او ان هو ما بيقولش اكل صحي او كده وكل حياته على الشبسيات والكراتيهات والحلويات وهدي الاشياء فتبقى دفع قوية جدا اه يعني اه ما الحاجات دي تبدأ تقل تبقى دفع قوية جدا ان يقل اللعاب عندنا وبالتالي بتبقى اه طبقة المينة اللي موجودة عندنا اللي بتبقى اصلا عمللنا زي طلاق للاسنان بتاعتنا بالكلسم والمعادن المهمة جدا في الحفاظ على صحيحة العظم بتاعنا برضو بتبقى اه نقدر نقول عليها بتخف فالتالت حاجة برضو جفاف الفم فبرضو يباحنا اه دي نقطة تلاتة ممكن بسلا نقول تناول الحلويات بشكل مبالغ فيه يعني الطفل بيأكل حلويات كتير حلويات كتير حلويات كتير مع عدم طبعا الاهتمام بالاكلات المغزية بالنسبة للطفل اللي تشتغل على حماية الفم بتاعه برضو الرز الكتير الطفل يأكل رز كتير مكرونة كتير اه مسلا نشويات كتير اه ونحنا نهمل في الاكل بتاعنا البروتينات زي زي اللحمة والفراخ والسمك وهذه الاشياء طبق قليلة بالنسبة للنشويات يبقى الرز والمكرونة وهذه الاشياء والعيش بيأكلهم بشكل مبالغ فيه ونيجي نشوف البروتينات نلاقي مفيش بروتيين في الاكل بتاعنا مفيش فراخ مفيش لحمة مفيش سمك مفيش بروتينات نباتي فتلقائية زيادة النشويات بشكل مبالغ فيه برضو تعمل آآ تأكل للاسنان عند الطفل اضطرابات الجهازة الهضمي آآ اديدان في الامعاء والترابات الجهاز الهضمي ممكن تبقى سبب برضو في تأكل طبقة المينة تعمل على تأكل طبقة المينة اللي بتحمل اسنان بتاعتنا وبالتالي السنان بتاعتنا بتبقى عرضة ليه التأكل عندنا احيانا يكون تأكل الاسنان ليست من هذه الاسباب ممكن يكون سبب وراسي ممكن يكون عوامل وراسية تؤدي الى تأكل الاسنان. نقص الكالسيوم اه لو انت وانت كنت حامل مسلا في ابنك او كده اه لو انت ما كنتش بتاخد الكالسيوم بشكل كافي لو ما كنتش بتاخد الكالسيوم بشكل كافي ده بيعرض طفل ان هو يصاب بتأكل الاسنان بعد ما يتولد فقلت الكالسيوم اه قلت الكالسيوم ممكن برضو تؤدي لتأكل الاسنان عشان كده كل ده كاترة النسا لازم يكتب لك الكالسام في الرشدة بتاعته ما انتش هتطلع بدون كالسام ولا حمض الفوليك حاجات اساسية في رشدات كل رشدات النسا او اطباء النسا ليه علشان الكالسام مهم جدا عشان تأكل الاسنان من ضمن الحاجات اللي ناس ما تاخدش بالها بقى كتير منها الحاجة النفسية السيئة للطفل ممكن تساوي بتأكل الاسنان للطفل حاجة نفسية السيئة ويعني اما الطفل بيبقى حالته نفسية سيئة بيدان يحك اسنانه كتير جدا ما مسلا ما يحصل له موقف يكون مزعج او يتعرض للعصبية من قبل الاهل او الناس في الشارع او حالته النفسية فيه اضطراب نفسي يكون موجود عند الطفل يتلاقي الطفل دايما يحك في اسنانه بشكل مستمر على المدى البعيد كنتيجة للحك المستمر والانزعجات اللي بتحصل له في حياته او الضغط نفسه اللي هو بيتعرض له تلاقي يلعب في اسنانه كتير بشكل مبالغ فيه ده برضو الحك اللي فترات طويلة ممكن تباسها برضو في تاكل الاسنان آآ عند الطفل